توقيع اتفاق التعاون للإعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي بين المجلس الأعلى للصحة والبنك الدولي إذانا ببدء مرحلة الإعداد لمشروع الضمان الصحي الوطني الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المملكة الاتفاقية تهدف إلى البدء في الإعداد لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني التي من خلالها سيقوم البنك بدور الشريك الاستراتيجي في مراحل الإعداد المختلفة وقد أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن هذا المشروع سيكون له دور محوري في رفع جودة الخدمات الصحية مشيرا إلى أن الحكومة الموقرة ستتكفل بدفع حصة الاشتراك عن المواطن البحريني فيما سيتكفل أصحاب العمل بدفع اشتراك المقيمين فاقية تنفيذ مشروع الضمان الصحي في البحرين كان الحقيقة بقعنا عاقد من قبل من حول سنة على أساس دراسة هذا الموضوع مع البنك الدولي وقدم النتيجة في رمضان لسموه الشيخ سلمان ووافق على أن نبتدي في التطبيق واليوم الحقيقة يعني وقعنا اتفاقية تطبيق اللي يمكن تستمر إلى ثلاث سنوات إلى أن يبتدي تطبيق القانون ويمكن فيه إكمال القانون يحتاج إلى سنة 2020 لكن أغلب الأعمال بتكون فيها الثلاث سنوات الأولى اللي هو السبعة عشر وثمانة عشر الضمان الاجتماعي معنات تطبيق أن جميع الموجودين في البحرين خاصة البحرين والأجانب سيغطيهم الضمان الاجتماعي الحكومة ستقوم بدفع الاشتراك عن البحرينيين وأصحاب العمل يقوم بدفع الاشتراك عن الأجانب وصندوق الضمان وشركات تأمين تدفع كل تكاليف العلاج للمواطنين والأجانب للمستشفيات والمراكب الصحية وهذا يعني تدعي أيضا تطوير كبير في وزارة الصحة وتطوير كبير في طريقة عمل المستشفيات وتطوير كبير في طريقة حمل المراكب الصحية وتعطي المواطن البحرين حرية الاختيار في أين يتلقى العلاج وعند من يتلقى العلاج بداية من الخدمة الصحية الأولية حيث إن شاء الله يكون لها الحق في أن يختار الطبيب الطبيب الأسرى الذي يتعالج عنده وهذا عندما يحتاج إلى العلاج في المستشفيات يمكن أن يختار العلاج في أي مستشفى خاص أو عام وصندوق الضمان يدفع التكاليف حسب التفاقيات معينة لهذه المؤسسات نحن حقيقة كشريك فاعل مع مملكة البحرين وهذا البرنامج في إرادة سياسية وإجماع عليه من القيادة السياسية في المملكة دور البنك هو دور تقديم مشورة فنية وخبرات فنية ومن خلالها يقدم البنك عدد من التجارب العالمية المتميزة في الدول الصناعية والدول المتقدمة ودول أمريكا اللاتينية فهذه ميزة البنك أنه على إطلاع بكل التجارب العالمية وننقل من خلال هذا البرنامج أفضل التجارب وأيضا نشارك في إبراز التجارب غير الجيدة في الدول الأخرى اشتركوا في القناة